حقيقة عندما تسلم الرئيس السيسي زمام الأمور بدأ في البداية ببناء إمكانات مصر الداخلية وشهدت مصر خلال تلك الفترة تطور ملحوظ في بنيتها التحتية وإقامة المشاريع الكبيرة وتحسن مستوى النمو الاقتصادي وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية وهي الأهم تلك التي تتعلق بالأقليم عادت مصر لتشكل محور أساس في البناء على صعيد الأقليم وخاصة فيما يتعلق بالدول العربية والعمل العربي المشترك صراحة شهدت مصر في فترة ما بعد الثورة تطور كبير وعلى جميع الأصادة ولا سيمة في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري خلال الثورة انهارت الأسواق بسبب عدم ثقة المستثمرين في المستقبل ما بعد الثورة لكن مباشرة ضمن إجراءات التمت والإصلاحات التي تمت كان هناك ثقة كبيرة من الاستثمارات الخارجية في الاقتصاد المصري بقي المستثمرين الموجودين في مصر بقيوا لم يقوموا ببيع استثماراتهم بل تم جذب المزيد من الاستثمارات في عهد ما بعد الثورة ومن تلك اللحظة انطلقت مصر على جميع الأصادة العالمية كان هناك تطور كبير في موضوع الأمن الغذائي كان هناك توجه كبير لديهم زراعة مساحات كبيرة جدا من القمح في مجال الأمن الغذائي لإدراك الإدارة المصرية أن هناك يجب أن يكون اعتماد عن نفس لوجود العديد من الموارد الاقتصادية الغير مستغلة بشكل كبير في مصر في مصر كما تعرف مساحات كبيرة وجود نهر النيل الدلتا القطاع السياحي مولد كبير جدا كذلك شهدت ما قبل الثورة عدم ثقة السياح الأجانب والمشاكل الأمنية لكن في أحد الإدارة الجديدة هناك كان هناك موضوع الأمن كان هناك تركيز كبير وبالتالي هناك أعطى ثقة للسياح الأجانب خصوصا شرم الشيخ كوجهة عالمية والأهرامات ومصر فهي تشكل مساهمة كبيرة في الناتج القومي الإجمالي لدولة مصر جمهورية مصر الشقيقة وهم أدركوا ذلك ويشتغلون بذلك بشكل متقن وعالي فمصر هناك كان تطور كبير على جميع الأصادة شهدت مصر في الفترة الأخيرة إصلاحات اقتصادية واسعة نشهد ذلك من خلال تقرير البنك الدولي حيث صرح البنك الدولي أن فترة النمو كانت قصيرة من بعد الثورة التي شهدتها مصر حيث واجهت مصر العديد من التحديات لكن كان الاقتصاد المصري قوي كذلك مصر شهدت توقيع اتفاقيات دولية اقتصادية نشهدها في جميع دول العالم المنتجات المصرية أصبحت رائجة في دول لم تشهد قبل الثورة هذا الرواج كذلك أن مصر أصبحت ذات شأن اقتصادي عالي السياسات الإصلاحية في مصر واسعة شملت جميع الأشكال الاقتصاد المصري سواء فيما يخص المواطن وما يخصه الدولة وما يخص السياسات الدولية في الحقيقة شهدت مصر تطورا سياسيا واقتصاديا وفي جميع المجالات في العاون الأخيرة ما بعد الثورة وهذا الشيء أدى إلى أن تكون هي إحدى البوابات الاقتصادية والسياسية في العالم العربي بشكل عام وهذا الشيء أولاة الدولة المصرية اهتمامها في المدن الجديدة واستحداث مدن جديدة وسياحية هذا طبعا رفض الدولة من الناحية الاقتصادية ومن الناحية كمان اللي هي عزز علاقاتها مع الدول العالم الخارجي